اهلا بكم من جديد في قانون الصحة العام رقم 20 سنة 2004 محاضرتنا اليوم عن الفصل 11 من القانون وهو يتعلق بدفن الموتى وكرامة الإنسان المادة 73 كيفية أماكن دفن الموتى يحذر دفن الموتى إلا في الأماكن المخصصة لذلك في المقابر التي تعدها البلدية أو بإشراف الجهات المختصة ووفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة بذلك وهناك شروط لحماية كرامة الإنسان وخصوصا دفن الموتى في الأماكن التي تخصص لهم فقط مجلس الوزراء في مادة 74 إنشاء المقابر ومنع الدفن لمجلس الوزراء أن يقرر إنشاء أي مقبرة أينما شاء لأن الأراضي الحكومية هي التي تنشأ عليها المقابر والأراضي الحكومية محكومة من قبل القانون وصاحب القرار بها هو مجلس الوزراء فقط يقرر له مجلس الوزراء إنشاء أي مقبرة كانت ولمجلس الوزراء أيضا أن يقرر منع دفن الموتى في هذه المقبرة أو يوقف دفن الموتى في هذه المقبرة أو في أي مكان آخر حسب ما يراه القانون مادة 75 حرمة القبور لا يجوز فتح أي قبر لرفع أو نقل أي جثة منه إلا لغايات التحقيق الجنائي وبعد قرار من النائب العام خصوصا التحقيقات لكن إحنا المسلمين ما بنعملش الإشياء هذا طبعا لأنه فيه امتهان لحرمة المقابر وحرمة الأشخاص المدفونين فيها إلا إذا كانت دفن للأقارب فقط وهذه عادة قديمة يمكن بطلوها الناس شوية فما بيفتح القبول الآن إلا في غايات التحقيق الجنائي فقط عندما يريد أن يثبت المحكمة أن هناك جناية معينة ممكن يأخذوا الـ DNA أو شغلات هذه الوراثية من الجثة الموجودة في القبر أو التحقق من الجناية التي ارتكبت والمخالفة ولكن دون ذلك لا يجوز فتح أي قبر لرفع أو نقل أي جثة منه إلا بعد قرار من النائب العام مادة 76 تخصيص غرف مجهزة للموتة يجوز تخصيص غرفة مجهزة أو أكثر للموتة في أي مستشفى لتلاجة تلاجات المستشفيات بهذا بحفظ الجثث لحين دفنها أو تشريحها أو نقلها يعني الوفاة في المستشفيات لا يجوز أنه أنت تقل جثة كده هيك يعني يتم امتهانها وإهانة هذا الجسد فيجب إنشاء غرف خاصة مجهزة يعني مثل لاجة أو أكثر من غرفة للموتة في المشافي بهدف حفظ هذه الجثث لحين أن يأتوا إلى وقد دفنها أو إذا كان هناك جناية معينة يريدوا أن يعرفوا سبب الوفاة يتم إدخالها للمشرحة تشريح أو نقلها إلى المقبرة أو المكان المخصص لها مادة 77 إصدر اللوائح الخاصة بنقل الموتة وزارة الصحة لها أن تصدر لوائح خاصة بنقل الموتة من مدينة إلى مدينة أخرى وكذلك من فلسطين وإلى فلسطين يعني تصريح الدفن المسمية تصريح نقل الوفيات اللي بتيجي من بلاد برة أو موصي الميت أن يدفن عند أهله ومات عندها فبنطلعوا من فلسطين بأوراق خاصة وكذلك الناس الفلسطينيين اللي بيموتوا برة وبيوصوا أبنائهم أو عوائلهم أن يدفنوا في أرض فلسطين فيتم نقل الجثث إليها أو الموتة إليها بتصريح خاصة تصدرها وزارة الصحة شكرا لحسن الاستماع والمشاهدة شكرا للمشاهدة